اشتركوا في القناة اعمل بث مباشر ولكن قلت يبل ما اعمل بث مباشر لازم اني انا اخبركم في هذا الموضوع وفي نفس اللحظة ما بعرف الوقت المناسب للكم للبث المباشر فياريت يبل ما ندخل على التوقعات يعني كل واحد على حسب منطقته على حسب فضاوته على حسب بلده يكتب لي في التعليقات مناسب يوم كذا الساعة كذا خلينا نشوف اقرب توقيت بجمع الجميع عليه على اساس انه ناخده هو التوقيت الاساسي اللي بدنا نعمل فيه البث المباشر القادم خلال الايام القادمة ايش اليوم ايش الساعة عشان يعني منتوا عارفين انا بستشيركم في كل شيء وان شاء الله انه بيكون مناسب للجميع طبعا اليوم توقعاتنا الا عشرة بتوقيت الاردن بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة سعد الاخبية وهي الحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر مازال موجود في برج الجدي رح يضل في برج الجدي تقريبا يعني ساعة 11 و46 دقيقة بتوقيت الاردن يعني نقدر نحكي لمنتصف الليل بتوقيت الاردن فتأثير من الان لغاية منتصف الليل انه بتكون تأثيرات القمر انه منعود لطبيعتنا الجادة او بظل الطبيعة الجادة هي اللي مسيطر علينا منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد ده اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفة اثرية او البدء بحمية او الاهتمام بموضوع اللي علاقة بتجديد تأمين او عمل تأمين جديد او عقد تأمين او تعامل مع شركات تأمين طبعا احنا الان في فترة خلو المسار خلو المسار هذا مستمر زي ما حكينا من الان هو بدأ من ساعة عشرة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تقريبا منقدر نحكي انه بدأ الساعة ثنتين ومستمر لغاية الان احنا الان موعد بث الحلقة خلو المسار رح يستمر خلو المسار لساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن الساعة اتناعش الى ربع منتصف الليل وطبعا خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عاقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ذكرنا يوم امس انه فيه زاوية بطيئة ذروتها رح تكون فيه ساعات المساء طبعا لسا ما ما صارت ذروتها فعشان هيك رح نذكرها كمان مرة هي زاوية تسديس ايجابية بين الزهرة وبين زحل وهي رح تكون الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني الساعة عشرة ونص بتوقيت الاردن مستمرة هي لها خمس ايام ورح تستمر معنا كمان خمس ايام قادمات هي مناسبة للاستقرار لاستقرار العلاقات العاطفية او الحب او توطيد علاقة او مصالحة وبرضو بتضمن لك يعني اخلاص محبوبك في هاي الفترة او اذا شخص بده يصرح لك عن حبه فهو بيكون اقرب للواقع من انه خيال طبعا زي ما حكينا انه ساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيج يعني اتناعش الا ربع بتوقيت الاردن منتصف الليل القمر بنتقل ويصير في برج الدلو فمنشعر انه احنا بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او اجهزة الكترونية او البحث عنها او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم اول زاوية هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة ثمانية واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن بدنا نزيد عليها ثلاث ساعات الساعة اتناعش الا خمسة بتوقيت الاردن ظهرا وهي الزاوية تأثيرها على جميع الابراج انه من واجه مصاعب وعراقي اللي بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحلود بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة عشرة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة واحدة وثلاث دقائق بعد الظهر بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وثمان دقائق بعد العصر يعني بتوقيت الاردن الساعة تقريبا ثمانية وثمان دقائق مساء بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تصير هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة اثناش الا عشر دقائق منتصف الليل تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الدلو رح يكون موجود في برج الدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة خمستاش عشرة بيبدأ في تمام الساعة اثناش واثنين وثلاثين دقيقة من بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة يعني ثاني يوم اللي هو يوم ستاش يوم السبب لغاية الساعة ثنتين وواحد وعشرين دقيقة صباحا طبعا هذا التوقيت بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحود طبعا بتوقيت الاردن الساعة ثلاثة ونص يعني بعد الظهر او قبل العصر بيبدأ خلو المسار وبيستمر لثاني يوم اللي هو ليوم السبت لساعة خمسة وثلث تقريبا اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب ثمان ايام في تمام الساعة 11 وستة وخمسين دقيقة صباحا بيصبح تسع ايام نسبة الاضاءة خمسة وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيدة بنسبة أربعين في المية القمر في الجدي بده ينتقل للدلو زي ما حكينا رح يمكت في الدلو لغاية يوم ستة عشرة هو الآن منتحس بنسبة عشرة في المية ولكن في ساعات يعني تقريبا نحكي ما بين الظهر والعصر بيصير سعيد بنسبة خمسة عش في المية بالنسبة العطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثمنتعاش عشرة منتحس بنسبة خمسة عش في المية الزهرة في القوس حتى يوم خمسة عشرة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتعاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشرة في المية أورانس في الثور بيتراجع حتى يوم ثمنتعاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسع وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زال القمر موجود بالجدي فعشان هيك بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل وما بتكوا تغمروا ما بتكوا تجازفوا تضبطوا أعصابكم من الآن لغاية منتصف الليل بعد منتصف الليل مباشرة بصير نشاط عندكم عالي جدا لأنه بصير في برج حليف لإلكم فتلتقوا الأصدقاء أو بصير في تواصل واهتمام ما بينكم بين الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية خلال هذا اليوم وحاولوا أنكم ما تبقوا وحيدين يعني بمعنى أعملوا نشاط اجتماعي عالي فأي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا على حسب حق الإختصاصك يعني على حسب أنت إيش بتعمل أهم شيء أنه اليوم رح تكثر عندكم الاتصالات والمواعيد وفي منكم رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء الأصدقاء برج الثور طبعا من الآن ولغاية منتصف الليل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما البعيدة وعلاقتكم مع أشخاص خارج البلاد أو تواصل مع أجانب أو مع توطيد علاقات أو معلومات أو دراسة أو على حسب أنت إيش بتشتغل ولكن هذا كله البيت التاسع وهو بيت إيجابي في ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار القمر رح يصير في بيتك العاشر فعشان هيك بينصب اهتمامكم حاول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شي إنكو ما ترتجلوا المواقف حاول إنك تكون واضح وعارف إيش أنت اللي بدك تعمله حاول إنك ما تصرح بشكل عشوائي بأي تصريح يعني بدك تكون دارس الوضع بشكل جيد عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم من اليوم ممكن تضغط عليك بعض المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك لازم إنك تلتزم بمسئولياتك وتكون هادئ العصب فهاي فدرة واعدة إذا استغلتها بشكل جيد برج الجوزاء طبعا القمر في البيت الثامن فعشان هيك من الآن لغاية منتصف الليل بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية وأموالكم المشتركة بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع وما تخذوا بأي أمور مالية لأن الجو ما بساعد في ساعات منتصف الليل وطيلة النهار اليوم طبعا بتصير الأجواء جيدة بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات أو العلاقة مع الأجانب اليوم بيحملكوا لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب إلها علاقة بالسفر التسويق النشر الدراسات العليا يعني برضو توطيد العلاقات العاطفية الأجواء ممتازة جدا بتصير معك طيلة اليوم وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم إشي إنك تتحرك على مختلف الأصائد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم القمر طبعا ما زال مقابلكم تماما فعشان هيك شوي بتحس بنوع من أنواع ضعف الطاقة أو بتحس إنه الأجواء مش ماشي معكم ولكن إنه بما إنه القمر شوي ضاغط فبتحس إنه فيه نوع من أنواع المشاحنات أو سوء التفاهم ممكن يصير ما بينك وبين شريكك بالمال أو بالعاطفة طبعا هذا الضغط رح يظل لغاية ساعات منتصف الليل من ساعات منتصف الليل وطيلة النهار بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أفكاركم بتصير إلها علاقة بالمال أو تحسين وضع مالي معين حاولوا إنكوا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم عشان تتماشى مع التطور أو التقدم اللي قاعد بصير معاكم أو في محيطة يعني إيش الوضع اللي بصير حواليك عشان تواكبه بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما أي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة يعني بتخف الضغوط عليك شوي وبتصير الأجواء مناسبة لا إلك برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت السادس ورح يضل في البيت السادس لغاية منتصف الليل فعشان هيك الأجواء ضاغطة على مستوى العمل بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم وأهم إشي إنه اليوم وبكرة ما تهملوا صحتكم لأن طاقتكم ضعيفة فعشان هيك الصحة بحاجة للرقابة والقمر الآن موجود في بيت العمل والصحة طبعا في ساعات منتصف الليل القمر رح يصير مقابلكم تماما فالطاقة بتصير ضعيفة شوي ولكن إيجابيتها إنه بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء المال والعاطفة يعني بتكون شوي ألطف من اليومين اللي مضوا فأهم شي إنكم تحافظوا على هدوءكم حاولوا إنكم ما ترتجلوا الكلام أو توجهوا ملاحظة لأنه قسمك في هاي الفترة بيكون قوي وبرضو شرس فممكن تحملك هاي الأيام برضو أشياء إيجابية بتتعلق بارتباط مهم أهم إشي إنك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي وزي ما حكينا عشان طاقتك ضعيفة انتبه على صحتك برج العذرة طبعا اليوم ترغبوا في التقرب من أحباكم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وبظل الوضع ممتاز لتعزيز العلاقة مع الأحبة ومع الأبناء لتعرفيه لتغيير الجو في ساعات منتصف الليل وما بعدها يعني وطيلة النهار الوضع رح يتغير لأن القمر رح يصير في البيت السادس بيضغط على أمور إلها علاقة بالعمل والصحة بصير تركيزك على هدول الأمرين أكثر فممكن اليوم يتراكم بعض العمل عندكم أهم شيء أنكو برضو ما تهملوا صحتكم بتكو تحاذروا من التعب الصحي لأنه بيت الصحة هذا أو أمور إلها علاقة بالتعب الجسدي اللي بيمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن اليوم تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر يعني طالما أن القمر دخل على البيت السادس فهو أصبح في مراحل المقابلة فعشان هيك شوي بتلاقي الأجواء بلشت تضغط عليك يعني مش كل الأيام بتكون عسل إلا يجي في أيام فيها عارف تكمل إلى حالك برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم لغاية ساعات منتصف ليل هذه الليلة لأن الأجواء كلها بتركز على البيت والعائلة والمشاكل العائلية والاهتمامات العائلية والمناسبات في ساعات منتصف الليل وحتى طيلة النهار الأجواء بتصير إيجابية فبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم واليوم رح تفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح عندكم وبتشتد عزيمتكم وممكن اليوم تقوم بخطوة مباركة في منك رح لتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف يعني بمعنى آخر الأجواء بتحمل أجواء إيجابية عالية جداً على مستوى العاطفة والحب العمل علاقتكم بالأحبة بالأبناء فحاولوا تستغلوا الفترة هاي عشان كلها إيجابية فما تضيعوها من إيدكم برج العقرب طبعاً من الآن لغاية منتصف هذه الليلة القمر موجود في البيت الثالث فبيظل النشاط على أمور السفر والتنقلات والاتصالات والحوارات وبيكون لكم اليوم أو الآن التعامل مع أخ أو جار لغاية منتصف الليل من ساعات منتصف الليل طبعاً الأجواء رح تتغير لأن القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع ففي ساعات الفجر وساعات النهار بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أن تلطفوا الأجواء خصوصاً العائلية لأنه ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط هاي فترة بتثير إضطرابك وامتعاضك لأنه فيها ضغط ومسئوليات وأحداث أهم شيء أنك ما تخالف القوانين وحاول أنك تحترم المواد والموعيد والالتزامات المهنية حاول برضو أنك تهتم بعائلتك خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض الأعطال أو المسائل العائلية اللي شوي يعني تكون ضغطة عليك أو تسبب لك نوع من أنواع التوتر وفي نفس اللحظة بدك تهتم اليوم أو بعض موليد برج العقرب ممكن يهتموا بصحة أحد أفراد العائلة برج القوس طبعا الاهتمام رح يظل متسلط على أمور إلها علاقة بالأمور المالية من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وموعد بث الحلقة فعشان هيك ممكن اليوم تهتم أو الآن تهتم بفرصة مالية أو ترتب وضع مالي بظل اهتمامك على هاي النقطة ولكن من جهة أخرى أما نفقات أما من ساعات منتصف الليل وساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة جدا وتحمل معها حركة كبيرة للتواصل مع المجتمع حاول أنك تتحرك وتسمع صوتك للجميع ممكن اليوم تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة ممكن هاي الاتصالات تسفر عن اتفاق أو مصالحة الأجواب صير إيجابية وقوية جدا في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعائلة أو إلها علاقة بها أحد الإخوة أو الجيران برج الجديد طبعا عندكو نشاط عالي وعندكو قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم الأجواء إيجابية ودعمة بقوة لإلكم طبعا كلما وصلنا لساعات منتصف الليل الأجواء بتتغير أكثر وبتصير إيجابية أكثر من بعد ساعات منتصف الليل مع ساعات الصباح والنهار بتعيد وتنظيم أموركم المالية والأمور اللي لها علاقة بالميزانية أو الدعم المالي أو بعض التحصيلات المالية أهم إشي إنك ما تغامر بأموالك لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم إشي إنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وما تتسرع بصرف الفلوس حاول يبل ما توقع على أي ورقة أو أي معاملة مالية إنك تراجع بنودها بشكل جيد على اساس إنه ما تتسجل عليك ملاحظات إنه أنت تتسرعت أو ما تقدر تلتزم وتوفي بالأشياء اللي رح تعملها برج الدلو طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة لأن القمر ما زال لحد الآن موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتجدوا إنه التعب ما زال مسيطر عليكم وتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم يعني هيك طاقتكم ضعيفة جدا كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل أو ساعات الصباح تقريبا منجد إنه منستعيد نشاطنا أكثر منستعيد حيويتنا أكثر بتستعيد حماستك وعزيمتك اليوم إيجابي جدا موجود القمر عندك فرح تمارس جاذبية لا تضاه وفي منك رح يبدأ بمشروع أو خطة جديدة ورح تمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم بيحمل لك طبعا خبر صار طاقتك رح تكون ممتازة جدا وهاي رح تقارب ما بينك وبين أي شيء أنت ناوي عليه وممكن تسهل الأمور معك برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في بيت الأصدقاء وبيت العلاقات الاجتماعية فمن الآن لغاية منتصف الليل يظل فيه عندك نشاط ما بين الأصدقاء والعلاقات أو يتوجه لك دعوة حضور حفلة مناسبة ولكن من ساعات منتصف الليل القمر رح يدخل بيت المتاعب له برج الدلو فمن ساعات منتصف الليل مع ساعات الصباح والنهار رح تجد أن طاقتك ضعفت تماما فبتصير هاي الفترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكو تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضور بتكو تحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك أو بعض الأشخاص يوعدوك بشيء وتجد أنهم رح يخذلوك فعشان هيك ما تعلق أمالك على أي وعد يقطع بهاي الفترة طبعا بدك تصبر من اليوم لغاية يوم السبت لحد يتم القمر يوصل لعندك لا تتحسن الأجواء وتسترد عافيتك وتقدر تعوض هاي الأيام الضاغطة طبعا في النهاية شكرا لكل الأشخاص اللي بيعلقوا واللي بيكتبوا تعليقاتهم واللي بحطوا لايك وحطوا كومنت يعني نسبة اللايكات بالفترة الماضية ارتفعت وصلت عدد يعني ما كنت أتوقع أنها تصل لألف وثلاثمئة لايك في بعض الفيديوهات شكرا لإلكوا على إصراركوا لإيصال هذا الفيديو لعدد كبير من الناس وخصوصا للأشخاص اللي بتشارك المقطع بتحاول أنها تستقطب أشخاص لمتابعتنا الأشخاص اللي بيجوا بيسمعونا لأول مرة إن شاء الله أنه يكون هذا المحتوى عجبكم وتنضموا إلينا للقناة هاي نستفيد منكم وتستفيدوا منا طبعا في النهاية بشكر الأشخاص الداعمين للقناة أولهم الأشخاص المنتسبين اللي أسأمها هم ظهرت الآن على الشاشة وبتمنى من الأشخاص أنهم يعني اللي بيقدروا أنهم ينتسبوا للقناة ويدعموا القناة لأنه دعمهم للقناة معناها استمرارية القناة ومعدات جديدة وإمكانيات جديدة شكرا لألكم وبرضو بشكر الأشخاص اللي بدعموا القناة من وراء الكواليس لا تطوير القناة أو دعم شخصي شكرا لألكم شكر جزيل أو جزيل مع جزيل الشكر لألكم هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء